اشتركوا في القناة يعني مثل ما قلنا كان رياضة كتير مهمة بالأول مهمة بكل أيام مش بس بفصل الشتاء لكن نحب نوضح اديه مهمة لسيدة تحديدا وللإنسان بشكل عام ممارسة الرياضة اديش مدة الممارسة الرياضة يوميا تنصح فيها تحكي لنا عن هاي التفاصيل بالبداية لحتى نروح لالرياضة بفصل الشتاء تمام هلا رياضة زي ما احنا عارفين اشي كتير اساسي وكتير ضروري للناس وخصوصا هلا مع تقدم تكنولوجيا صارت حركة الانسان كتير قليلة طول الوقت قاعدين على التليفون على الكمبيوتر على الايباد فقلت حركتهم فضروري مارسوا الرياضة في كل الفصول وللسيدة لأنه السيدات بتطلب حياتهم مسؤولية حملة البيبي اذا كانت جابة بيبي بتوصلوا بتجيب بالسيارة بتتحرك كتير بس مش بشكل سليم بتضرد تقعد في وضعيات إذا بدها تحضر الوجبة الغذائية فلازم تمارس تمرين رياضية لتقوي عضلاتها وتحمي حالها من الإصابات يعني هو ضروري جدا وخصوصا يمكن مش كل السيدات عندهم وقت إنه يروحوا على نادي رياضي للمارسوا الرياضة صحيح إذا الإنسان طبيعة عمله بتطلب بجلوس طويلة على المكتب بفضل 45 لساعة يوميا مش ضروري تكون شدة التمرين كتير عليه ممكن نمشي مع تمرين تقوية بسيطة بيكون الأمور ممتازة إن شاء الله وما منتعرض لأمراض قلة الرياضة في هذا الوقت بتبين عندنا نسبة كبيرة بأمراض سكري أمراض القلب كوليسترول مشاكل صحية بالمفاصل والبوستشر لازم لتمرر لنحافظ على الصحة يعني إذا بنا نحكي كمان عن الشتاء مثل ما ذكرنا حتى ستة النشيطة اللي بتروح جم كل أيام السنة بفصل الشتاء إلا يعني يصيبها بعض الكسل وخصوصاً ممكن مرات بيكون برد بيكون صعب عليها إنه تطلع وترجع وخصوصاً بيكون خايفة كمان من الأمراض إنه هي تطلع مثلاً من دفيانة تطلع لبرد فبالتالي بتفضل إنه تمارس الرياضة بالبيت إيش الرياضة اللي ممكن نمارسها بالبيت ممكن أنت كمان معاكي صور رح تشرح لنا عنهم صحيح إيش الرياضة ممكن تمارسها بالبيت بحيث إنه تحافظ على لياقتها وتمرس الرياضة بنفس الوقت لكن من بيتها تمام هلأ إحنا في عنا صورة تمارين بسيطة ممكن نعملها على الأرض بس بالبداية قبل ما نعمل هاي التمارين لازم نعمل شوية إحماء ممكن نجري بالمكان نرفع رجلينة حركات بسيطة لنرفع درجة حرارة الجسم ونرفع نض القلب بعدين نعمل إحماء حركي للمفاصل للرجلين ممكن نعمل هاي التمارين بسيطة إذا منقدر نستعرضها وأشرح لكم عنكم الصور يعني بالبداية إذا لازم تكون مدة الإحماء لحتى نقدر نبلش رياضة السؤال ممتاز هلأ بالشتاء درجة الإحماء رح تكون أطول مدة الإحماء رح تكون أطول من الصيب لأنه زي ما إحنا عارفين بيكون الجسم بارد فمش أقل من خمسة عشر دقيقة من الإحماء في الصيف ممكن خمس دقائق سبع دقائق نكون جاهزين للتمرين خمسة عشر لعشرين دقيقة بفصل الشتاء بيكون ممتاز منكون دفي الجسم دفيات المفاصل ومنبلش تمرين ممكن عندي سؤال مهم بس بعد بنشوف الصور لأن الصور صاروا معنا وبرجع بسألك عن موضوع الإحماء في هاي صورة من الصور وضعية هذا التمرين الأول هو تمرين السكوات هذا التمرين بقوي عضلات الرجلين وإذا استعملنا هذا البار ممكن ما نستعمل البار ممكن نستعمل أي عصايا في البيت ومندرب الكتف عضلات الكتف مننزل بهذا الشكل هلأ إذا ما بدي أستعمل العصايا ممكن أخلي إدي بهذا الشكل أمام الصدر ومنعمل هذا التمرين نجلس ومنوقف هلأ هذا بإيش بيفيد التمرين؟ التمرين بقوي عضلات الرجلين الأمامية والخلفية وطبعا عشان تقدري تجلسي وجلوس ووقوف لازم تشدي عضلات بطنك وظهرك وبيقوي العضلات السفلية الصورة الثانية يعني هذا واحد من التمرين نعم هذا التمرين تمرين البوشبس هذا التمرين بنعمل بشكل أبسط من هيك وبنعمل بهذه الطريقة الأبسط بالنسبة للسيدات اللي ما عندهم قوة عضلية بالجزء العلوي هذا التمرين لتنمية عضلات الجزء العلوي من الجسم ممكن تحط ركبها على الأرض وممكن تعملوا بهذا الشكل للي عندهم قوة بقدروا يرفعوا حالهم الواحد واثنين بتنزل الصدر وبترفع الجزء باستخدام قوة قوة رعاية على الأرض لا بدها هذه التمرين يعني ما بدها مكان مترين بيكون جاهز لنا هذا التمرين اسمه بلانك من أفضل التمرين بتشغل كل الجسم بس مبدئيا يعني هو منستعمله لتقبيط البطن والظهر بس هو أنت لما تعمله بتشوفي كل جسمك بتحسي بكل جسمك عم بيشتغل بيحسن التوازن بيحسن القوة العضلية وبينظم النفس كمان تمرين جدا ممتاز بس بدنا ننتبه عليه أنه لما نقدي هذا التمرين تكون المستوى الكوع تحت الكتاعف مش للأمام عشان معظم الناس المبتدئين ببلشوا يبدأوا بعملوا التمرين الكوع بتكون للأمام ببلشوا يحسوا التمرين في رقبتهم بدنا ننتبه أنه لما نعمل هذا التمرين نحسه في البطن ينشد عضلات البطن وما ننزل ظهرنا كثير عشان ما ننقذ الظهر يعني بقدش تنصح كل تمرين يكون مدتها ممتاز هلأ ممكن نستعمل زمن أنه مثلا بالتمرين الأول ننزل ونعمل هولد عشرين ثانية نرجع من وقف نفس الإشي في البلانك طبعا كل ما تطورت المستوى اللاعقة كل ما زادت المدة نقدر نعمل من عشرين ثانية ثلاثين ثانية لمدة دقيقة دقيقتين ونطور شوي شوي هذا التمرين كمان كتير ممتاز خصوصا للناس اللي عندهم معظم الناس بالشتاء من الأعدة الطويلة بيصير عندهم ألام بالظهر هذا التمرين جدا بسيط وبيقوي عضلات الظهر عضلات الوسط بشكل عام بتتمدد على الظهر وبس ترفع حوضها وبتنزله التمرين جدا بسيط وأي حدا بقدر يمارسه بس المهم ما يكون عنده مشاكل بضغط الدم لأنه هاي الوضعية ترفع ضغط الدم لأنه الراس للخلق للي عندهم ارتفاع بالضغط مش مونافهم ما يمارسوا هذا التمرين ولي عندهم انخفاض بالضغط ما في مشكلة بس اللي عندهم ارتفاع بالضغط عشان بيصير تروي الدموية تنزل على الرأس بشكل عالي فبيرتفع ضغط الدم وهي نقطة مهمة كمان ننتبه انه اللي عنده امراض معينة ينتبه ايضا شو التمرين اللي بتناسبه صحيح فيه تمارين لازم نبتعد عنها خصوصا اللي عندهم مشاكل ضغط بدهم ينتبهوا لوضعية الجسم فيه كمان صور وهي التمرين طيب هلأ كنت مدي احكي عن الاحماق يمكن فيه نقطة مهمة هل الاحماق ضروري بكل انواع الرياضة ولا هي بس التمرين اللي تمارس في البيت او الكارديو اللي تقول عليها اللي هي التمرين الرياضية الهوائية صحيح او اي نوع من انواع الرياضة لازم يكون فيه احماق بالأول يعني مثلا اللي بيلعب على الأجهزة التودميل والبايك وغيرها من الأجهزة الرياضية اللي بيصبح هل ضروري انه يمارس الاحماق قبل ما يبدأ بممارسة الرياضة طبعا هلأ الاحماق ضروري بممارسة اي رياضة هلأ انا اذا بدي ابدأ تمرين على اي جهاز مشي مثلا التردميل او الكروس ممكن ابدأ الاحماق على نفس الجهاز بس بشكل بطيء مثلا امشي لمدة خمس دقائق بعدين بفضل ننزل عن الجهاز نعمل اذا بدنا نركض نعمل احماء حركي للمفاصل الرجلين وبعدين نركض هلأ اللي ما بدو يركض ما في مشكلة بي ببليش يزيد السرعة وبيتكون مفترة الخمس دقائق هاي احماء ترتفع درجة حرارة الجسم ببليش حس حاله دافي بيزيد السرعة او برفع الانكلين ما في مشكلة اي رياضة بالعالم لازم اعملها احماء بفصل الشيطة طبعا بتزيد منتة الاحماق زي لانه زي ما حكينا الجسم بيكون بارد واحنا الهدف الاساسي من الاحماق تدفئة الجسم وتوصل تروية دوموية ممتازة للمفاصل والعضلات عشان يصير فيه ليونة ونبدأ الحركة من غير مشاكل اسباحة كمان بدها احماء طبعا الاسباح بدها احماء هلا ممكن احنا نعمل احماء خارج الماء ممكن نعمل احماء داخل الماء بس بفضل انه خارج الماء نعمل احماء حركي بالايدين ممكن نمشي حوالين بركة بس ننتبه انه ما يكون في الارض زلقة يعني نجي على المنطقة الجافة ونحرك الادين والرجلين ننزل اول لاب نعملها بالماء تكون خفيفة مش بسرعة شوي شوي نتحرك نمشي بالماء بعدين منبلش نصبح طبعا انا ضحكت لانه انا بنزل على طول بيصبح على سريع بصير فيه معك الام يمكن احيانا بكون فيه مع نعم نعم بالعضلات ايش المساوء او السلبيات اللي بتترتب على انه احنا بنبدأ نمارس الرياضة بدون احماء فيه عندنا مشاكل كبيرة هلا بتصير فيه عندنا اصابات بتصير فيه عندنا الام يعني لانه الحركة المفاجئة مضرة سواء بالرياضة او بالحياة عادة انا بحكي للناس دائما ما تقوم بسرعة خصوصا للناس اللي كل ما نكبر بالسن بيكونوا قاعدين فجأة بقوموا بصير قلليك ظهري بيوجعني عندي او مثلا ما تعدوا بوضعية بفترة لفترة طويلة فيه ناس تعد بوضعية بتحط رجلها بتتني رجلها على الكنباي وبتقوم بتصير تحكي ركبي ما بصير نطول بوضعية طويلة لازم نضل نتحرك اذا ضلينا قاعدين فترة طويلة مثلا ممكن نحط مخد خلف الظهر افضل لحماية الظهر واذا بدي يقوم باقوم شوشو نخفف يعني احنا بعرف انه حياتنا كتير سريعة تطلب حركة سريعة بس بدنا شوي الروق يعني هلا فيه احيانا كان في بعض النصائح انه لشد عضلات البطن انه الواحد قبل ما يقوم من النوم هو متمدد بقدار يرفع اجري وينزلهم بشكل زوية قائمة صحيح 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 هون ما فيش احمق يعني هون صحيح من النوم بلش بالرياضة هل هذا صحيح او هو خطأ شائع انا بفضل انه الانسان اول ما يقوم ما يقوم يعمل هلا حركة شد البطن اذا ما كان برفع رجلي بس هو قاعد بشد بطنه يعني تمارين بسيطة ما في مشكلة بس اذا بدأنا بدنا نرفع الجزء العلوي السفلي من الجسم ونرفع حيكون الجسم يعني مرتخي تماما اصلا احنا لما ننام طول الجسم تختلف خاص بصير فيه ارتخاء تام بالعضلات لازم شوية شوية ارفع نفسي اقعد اقوم امشي بعدين بفضل انه بعدين نبدأ في التماريق ايضا قبل النوم يعني فيه كمان بعض النصائح انه مرسي هذا النوع من الرياضة لشد عضلات البطن صحيح اول ما تصحي من النوم وقبل ما تنامي صحيح هل انتي معا ولا اي وقت المناسب اكتر لممارسة الرياضة خلال النهار مثلا حلو كتير سؤال الانسان اذا كان مشغول يعني فيه ناس قبل هيك بحكولي انا ما عندي وقت للتمرين اذا ما عندنا وقت للتمرين يومنا كله مشغول بقدر اصحى ابكر بنص ساعة باصحى الصبح ممكن اشرب فنجان قهوة او كاسر حليب وابدأ بتمرين لمدة عشرين لتلاتين دقيقة وبعدين ممكن اتجهز للعمل هلأ اللي عنده وقت خلال اليوم ممكن بعد فترة الغضب ساعتين اتمرن بيكون اشي ممتاز اللي ما عنده ابدا يعني اضعف اشي بإلمسة بس ما يكون قريب من جهة النوم لانه الرياضة بتنشط فإحنا اذا كان التمرين مقارب لوقت النوم بيصير الانسان عنده قلق بيصير نشيط خلص لانه بيصير الجسم جاهز للحركة فنحاول انباعد بين التمرين وفترة النوم يعني على القليلة ساعتين بين اخر تمرين ونوم يعني ذكرتي انه الواحد بيصير نشيط نعم طب احيانا فيه ناس بتتعب يعني فيه ناس كتير بتتعب من ممارسة الرياضة صح ويمكن فيه ناس حتى من حولي باشوف بروحوا مثلا على النادي بترجع بدأت نعم اه صح لانه هي كتير تعبانة صح حسب شدة التمرين اذا كان التمرين شدده كتير عالية بيصير بدهم راحة بس احنا منحكي للممكن نص ساعة ما يوصل لمرحلة اجهاد كتير عالية بس اذا كان تعبان ما في مشكلة اذا هو من النوع اللي خاصة الناس اول ما تبدأ تمرين بيكون تتعب بسرعة جسمهم مش متعود الجهد عالي عليهم شوي ممكن يقللوا يعني احنا مو ضروري نبدأ بمدة التمرين كتير طويلة شوي شوي منبلش نزيد مدة التمرين اذا حسيت حالي بتعب كتير ممكن هاي في عنا مشكلة صحية يعني فيه ناس بصيروا بيكون عندهم نقص بفيتامينات معينة ما بتعرفي يعني ضروري انه اذا حسيت حالي كتير عندي اجهاد بعد التمرين الراجع الطبيب نعمل الفحوصات الدم نشوف الفيتامينات اذا في عنا اشي ناقص ممكن يكون فيه نقص نعم كمان يعني ننربط موضوع يمكن الرياضة بالشتاء بيش ممارسة الرياضة يوميا ممكن تقي من امراض الشتاء صحوصا ممكن الفلونزا والرش والامراض المتعارف عليها صحيح بيش بترفع من مناعة الجسم صحيح 100% الرياضة بترفع من مناعة الجسم بشكل كتير كويس وبتخلي الجسم قادر على مقاومة الجراثيم اذا الانسان ما عنده يعني مش مريض بقدر يمارس الرياضة براحته هلا عندنا مشكلة اذا صار فيه ارتفاع بدرجة الحرارة اذا كان عندنا ارتفاع بدرجة الحرارة بفضل الراحة اذا كان عنده التهاب بالقصبات الهوائية بفضل الراحة المشي الخفيف داخل البيت ما بصير نتعرض من داخل البيت درجة حرارة دافية نطلع فجأة برا على درجة الحرارة باردة ما بدنا فاذا كان مش مريض بقدر يمارس الرياضة براحته اذا كان عنده شوية احتقان اللي هو الشعور بالتعب العام لا لازم مارس الرياضة رح ينشطه بس ما يعمل تمرين بشدة عالية يعني يضل يتنفس براحته اذا كان مريض عنده التهاب عنده الطبيب قال له راحة لازم يرتاح خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة لازم الراحة يجب الراحة خلال فترة المرض لكن الدي مهم او فيه هل هناك بعض التمرين الرياضية هل هناك فيه بعض النصائح يمكن توجيهها للناس اللي ممكن يمارسوها حتى تتقيهم شوي من الامراض صحيح هلأ انا بحب كتير بفضل انصح الجميع برياضة المشي رياضة المشي رياضة بسيطة جدا مجهودها الييل ممكن تشاركي معنا يعني من ناحية الاجتماعية كتير مسلي نفسية لما الواحد يطلع يمشي بيغير جو وصحيا كتير رياضة مناسبة للجميع بغض النظر عن مشاكلهم الصحية بقدروا يمارسوا رياضة المشي هي تمرين اقل شدة ومفيد للجميع فلما الشخص يبدأ يمشي مثلا ممكن نص ساعة يوميا حتى لو في المطر اذا بدي اطلع امشي بالمطر بالعكس اجواء كتير ممتازة بس بدي انتبه لدرجة حرار الجسم واني ما اطلع فجأة من الدفع على المطر ولما اكون لابسة ما ألبس اشي كتير تقيل يكون الجسم دافئ ممكن اشرب ماء ممكن ارسل وجهي قبل ما اطلع على المشي بره لما اطلع بره لما يدفع الجسم ببلش شوي شوي ينخفف الطبقات بس مش لدرجة امشي بنوسكم يعني يكون فيه جكت خفيف يدفي طالما جسمي دفع وقبل ما افوت على البيت كمان شوي شوي ابلش اهدي اهدي من سرعة المشي وبفوت على البيت براحتي وبعمل تمرين اطالة طبعا بفضل دائما تمرين الاطالة الثابتة بعد المشي بتزيد المرونة خصوصا الناس بالشتاء شوي بتقيل المرونتهم بسبب القعدة لفترة طويلة صحيح يمكن كمان حلو يعني حتى بالمطر المشي حلو ام كيف يجب السرعة لازم تكون هلا فيه ناس بتمشي امسال انا بمشي على راحتي ومنتهى البطء لكن يمكن هل هناك فيه سرعة معينة للمشي لحتى يكون هو مش مجرد ممارسة هواية هو ايضا ممارسة رياضة صح اذا كان هدف الشخص رياضة للصحة بشكل عام بيمشي براحته بيزود المدة اذا كان الهدف لتنزيل الوزن منصير في البداية نمشي لفترة مثلا عشر دقايق منعتبر هاي الفترة احمق لحد ما يدفل الجسم بعدين ممكن اعمل تايمينج انه امشي دقيقتين بفترة بسرعة امشي بسرعة بعدين دقيقتين بشوي شوي امشي شوي شوي هيك منلاقي النبض عم بارتفع وبنزل هذا منسميه انتورفل ترينينج هذا التمرين ممتاز للحرق بس هذا كمان ما بدي افاجئ جسمي فيه يعني انسان ابدا مش متحرك وكتير قاعد كسول بالبيت فجأة يبلش يعمل انتورفل ترينينج ما بنفع بنفع انه نبدأ شوي شوي ماشي مص ساعة بسرعتي العادية بعد اسبوع ببدأ امشي خمسة عشر دقيقة او عشر دقائق سرعتي العادية بعدين مبلش دقيقتين سريع دقيقتين بطيء او تلات دقائق سريع دقيقتين وشوي شوي من اللقاحة نعملين في عشر دقائق عشرين دقيقة بسرعة عالية و النبض و النبض يعني رح نتواصل معك مدربة ريهام جلاد في حلقات اخرى ونحكي اكتر عن الرياضة بالتفصيل ويمكن حتى يكون معنا ناس يطبقوا عملي ان شاء الله أعزائي فاصل قصير وراجعين مع شخصية هذا الأسبوع خليكم معنا